السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبنا ومتابعينا في كل مكان من داخل مصر ومن خارج مصر عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو نهاردة ان شاء الله اخدكم الجولة ونروح نغير جوه ونقضي اليوم عنده اخت. طبعا كنت محتاجة اغير جوه جدا. وطبعا آآ بقالي فترة كده ما نزلتش معكم فيديوهات بصوتي. طبعا كنت بعمل فيديوهات آآ بس آآ عن الاحداث اللي بتحصل في العالم وفي سوريا وتركيا. وكنت بقى كده محتاجة اغير جوه كان يعني عندي ضغط نفسي. ما كنتش مرتاحة خالص وطبعا كنت محتاجة اغير جوه. وقلت بقى كده اروح قضي اليوم عند اختي. يعني بقى كده ونشوف هنعمل ايه? بس بقى ما ننساش النهاردة الجمعة. جمعة طيبة مباركة علينا وعليكم يا رب بالخير والبركة والسعادة. اكثر من الاستغفار والذكر الله. والسلام على رسول الله يفضل وصلاة والسلام. اللهم صليم وبرك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفرجوا بها الهم وتزيحوا بها الغم وتسددوا بها الدين وتحقق بها الاميل. اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى كده لازم محتاجين دعوة. بقى كده حلوة. النهاردة الجمعة وربنا يتقبلها. اللهم امين ويجعلها ساعة اجابة لكم جميعا يا اغلى الناس. ربنا يبارك في قولتكم جميعا يا ربو يبعد عنكم كل مكروه وكل ازا. ويعطي كل مشتاة منكم بالذرية الصالحة والخلف الصالح. ويشفى كل مريض ويرحم موتنا موتنا المسلمين. يعني بقى كده نشوف هناخد جولة في بيت اختها وبسم الله ما شاء الله. وهنقض اليوم بقى كده عندها والجمال الخضرة اللي طبعا ما شاء الله. آآ يعني جوز اختي على طول بيحب المناظر الطبيعية الحلوة ديت. وبيرتاح طبعا انا بقوله برضو انا زيك كده برضو. طبعا برتاح في الحاجات الخضرة الطبيعية. طبعا هو بيجيب وبيزرع الحاجات ديت. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب. طبعا مش عايز اقول لكم هو اخ لي بالنسبة لي يعني هو آآ مش آآ غريب عني ده هو جوز اختي وهو برضو آآ ابن عم والدي يعني آآ اخوي الكبير ربنا يحفظه وربنا يبارك فيه يا رب. يعني منا وعلينا. لوحت وقضت اليوم عنده اختي وقابلني احسن مقابلة. مش عايز اقول كم آآ كان مقابلني ازاي. ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب ويطول في عمره كده ويخليه وطبعا آآ فعلا لقيني ولا تغديني هو يعني صراحة لقانا وغدانا وكل حاجة حلوة منه ربنا يبارك فيه ويحفظه. طبعا كنت بفتع بقى الشباكه عشان اوريكم الزرع الجميل دوت وهو اي مكان بيعود فيه لازم بقى كده بيخليه جنة كده ويخليه ويزرع فيه فربنا يا ربي ينعم عليه كده بطول العمر وراحت البال اللهم امن يا رب العالمي مبارك فيه ويخليه لأولاده يا رب العالمي. طبعا هنا بقى كده اختي راحت طبعا انا ما كانتش عارفة ان انا رايحة. وراحت بقى كده ويجابت راحت السوق. ويجابت بقى كده السمك عشان نشوفه طبعا آآ كنت عايزة تعمل محشة وقودة وقلتنا لا لو عملت محشة اليوم هيدعمل نينا ومش هنعرف نقعد مع بعض وهيطول وطبعا آآ وانا بقى فترة ما اكلتش السمك. راحت بقى كده وجابت السمك نظفنا انا وهي وحطنا بقى كده عليه الملح واللمون. فتحنا بطنه للسمك البلطي والسمك مكرل. فتحنا القلب اللي فيه شلنا آآ بطنه لكن السمك المكرل كان نظيف وكان حل. فسيبته دائما هو. حطنا بقى عليه ملح ولمون وسيبنا بقى كده. هنا قلت لي تعالي بقى كده منك وجيتي. نعمل بقى كده قرصتين مع بعض. قرص الفلاح الحلوة كده. طبعا دول خمسة كيلو يعني شوية كده حلوين. واربع معلقة كبيرة خميرة فورية. ونص كيس سكر. وفتحت بقى كده طبعا المكونات الجافة مع بعض. ومعلقة ملح كبيرة كده عليهم برضو. وهنا ادي السمنة هي سمنة سيحة طبعا حطت سمنة بلدي على سمنة سمنة بلد بقري على سمنة آآ آآ نباتين اللي هي السمنة آآ العادية. آآ قلبناك كده يعني خلط من السمنة. طبعا السمنة المتوفرة عندك هتحطيها ما تخليش حاجة تقف قدامك. آآ وبعد كده آآ قلبتهم طبعا مش هنبسها عشان ما تبقاش آآ دايب اول كده وتكون يعني زي ما انتم شايفين كده. آآ حطت بقى كده عليهم بعد ما لفنا بقى كده السمنة مع الدقيق. آآ نزلت بقى كده باللبن. طبعا الخمسة كيلو لبن بياخدوا لترين حليم. بقيت احط عليها كده شوية بشوية. طبعا مش بتضيف المادة على القرس او اي حاج او اي معجنات مرة واحد. آآ بتضيف المادة بشوية بشوية. طبعا زي ما انتم شايفين هنا هوت كانت بقى كده بتورق في العجين وعملت تعمل بقى كده زي ما انتم شايفين. آآ مش بسيته. وقلبنا بقى كده استمنى مع المكونات وبعد كده نزلنا باللبن. ولفنا بقى كده طبعا العجينة بتبقى طرية بتبقى حالة. غلطنا بقى كده عليها علامة اخمر. وقالت يلا بقى كده تعالي عشان نطلع منيش في اسمك. هنا بقى كانت قاعدة هي جنبي طبعا هي كانت تعبانة ومش قادرة مش رضي تباين لي ان هي تعبانة عشان آآ ما زعلنيش وكمان يبقى يوم كده حلو. لكن اخت كانت هي تعبانة وربنا يا ربي يخليها لي ويبرك فيها وما تحلمش منها ابدا حبيبتي واختي نور عيني. طبعا زي ما انتم شايفين عملنا خلطة السمك اهيت في الخلاط. حطنا طماطم وفلفل وتوم. آآ وابقدونس. آآ وشوية مية كده في الخلاط. بس الخلاط يلف وبعد كده آآ حطنا بقى الخلطة بتاعت السمك. ونزلنا عليها باللمون وزيت وملح وكسبرة وكمون. آآ اخت بقى هنا قاعدت تشوي السمك. اهي زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم السمك يعني آآ كان آآ لان بطنه بنجرب واحد كده لان بطنه من جوة كلها دهون وينضيف فسبناه لكن البلتي فتحناه ونظفناه. طبعا هو هي بتشوي السمك كده. قلت له طبعا هنزل انا آآ اعمل الرز. آآ فقالت لبقى الرز اللي انت عايزة تعمليه اعمليه. قلت لها خلاص انا هعمله آآ بيه الحنان طبعا عندنا منقول عليه آآ رز بالطماطم او رز بالسلسة. طبعا بينفع مع اي نوع من السمك سواء سمك ماشوي سمك آآ مقلي بنفع آآ الرز ده. طبعا هنا حمرت البصل الاول وبعد كده نزلت بقى كده كده عامل طماطم في الفريز. بقولها اعمل طماطم قتلي في طماطم في الفريز. طلعناه وحطناها باكده زي ما انتم شايفين. وعلى ما الطماطم بقى كده تسبك كنتم باخدكم بقى كده هنا آآ جولة مع الخضرة الجاملة هي بتاعت جوز ده طبعا هو بيجيب الحاجات دي زي ما قلت لكم في اول فيديو. ويزرعها علشان تبدي روح كده حلوة للبينة. ودايما يا رب كده الفرح والسعادة. ده طبعا ابني استغير آآ يوسف. طبعا بيطلع معي يعني في فيديوهات بسيطة كده. وكان جاي معي قضينا اليوم آآ عن دخلته. طبعا برضو. وكانت آآ بناتها هناك. ويربنا يخليهم يحفظهم يا رب. كانوا برضو بيساعدون. طبعا هناه زي ما انتم شايفين. يعني كنا بنصور السمك وبرضو بعمل الرز زي ما قلت لكم مع بعض. عشان بقى كده نخلص ونعمل طبعا في الوقت ده كنا متصنع على والدتي عشان تيجي. تعالي بقى كده عودي معانا ما كانتش قادرة تيجي. قلت لأ تعالي بس كده آآ قضي اليوم معانا وغير جاو. بقى السمك بسم الله ما شاء الله هو. تسلم ايديك يا ست الكل هي. ومبسنت يا غالية زي العسلة هوت. وهتحط بقى كده عليه الخلطة هي او التدبيلة بتاعتها هي زي ما انتم شايفين كده. طبعا اي حاجة تاكلوها من ايديها تبقى باسم الله ما شاء الله حاجة كده يا ربانية ونفس رباني من طبيتها واخلاقها العالية بتخلي كده اكلها جميع. طبعا مش انا بس اللي بشكر في اكلها والله كلنا في البيت اخوات ووالدت وكلنا يعني بنشهد لها بكده. يعني معروفة كده باكلها النفس الحل. طبعا هنا زي ما انت طلعت بقى السمكة هوت وانا بارضو كنت هنا بصور فيه عشان نعمل الرز. آآ السلطة بقى هتستبك اهيت وزودت بقى كده مية اهيت عشان اول ما تغلع على طول انزل الرز. طبعا زودت هنا ملح وكمون. ورشة من الفلفل اسود. وآآ معلقة عليها. واول ما غليت هحط بقى كده الرز. طبعا الرز البادي بتاعنا المصر بقى معروف يعني يدبك كده المية بتغطي الرز ده على طول. وبعد كده بقى هرشة عليه رشة من البقدونس بتدي له كده آآ نفس حلو رشة بسيطة هي مش كترتي يعني. ناخد بس النفس بتاع الخضرة كده الجميل. ممكن تحطي بقى دونس على كوزبرة زي ما انت عايز. وآدم هحطنا مكعب مرأة. وهغطي بقى كده على الرز ده هو زي ما انتم شايفين. طبعا التغيير بقى كده الرز دي قالت اللي انت عايزها اعمليه. وجبت بقى كده السلطة اهيت علشان نعملها. طبعا السلطة بتكون بقى من كله. طم وطم وجرجير وخيار وفلفل وكل حاجة. آآ وبصل اغضر. كل حاجة كانت قدام اهيت وكنت بقى عمل بقى آآ زي ما انتم شايفين كده. دبعا في الوقت ده كانت اخت فوق وانا كنت قاعدة هنا آآ مع آآ بناتها وبنعمل بقى كده السلطة وزي ما انتم شايفين كده. يا ربنا يخليك ليه اختي يا رب ما تحلمش منك ابدا وزي ما قلت لكم كانت تعبانة ومش رضي يتبين دي بس انا كنت شايفاها وحاسة بيها وربني يخليها ليه يا رب وما تحلمش منها ابدا وتفرح بعيالها يا رب. ايدي بقى هنا كنت عملت السلطة واخد بقى كده مع علاقة هي كنت سابق معلقة من آآ خلطة السمك عشان اضيفها على آآ السلطة ده طبعا بتديها طعم جميل مش عايز اقولكم يعني انت بتعملي كده السلطة بتاعت السمك سابق بقى كده معلقة من الخلطة او من التدبيلة بتاعت السمك وحطيها عليك اديها طعم جميل ونفس جميل كنا خلصنا بقى هنا الغداء هوت وقالت بقى تعالين اطلع فوق على السلطة زي ما قلت لكم كنت محتاجة اغير جوه جدا وكنت يعني امتعبانة وزهقانة وكل حاجة وانا راح علشان طبعا زي ما قلت لكم تغيير جوه وغير كده جوه عند اخت ونقض اليوم معاها آآ واطلعنا بقى كده زي ما انتم شايفانا على السلطة هوت اخدنا بقى طبعا كنا شايفانا الحاجة في الفرن في الدور التاني وطلعنا بقى كده عشان برضه زي ما قلت لكم تغيير جوه وفوق بقى كده يعني آآ لازم يعني اي حد يكون يعني فيه تعب نفسي فيه حاجة او مش شرط يكون فيه تعبان آآ خلي كده يوم تطلعوا فوق على السلطة كده تغيير جوه غيروا المكان خلص اللي انتم قاعدين فيه ده بيجادز الطاقة وبده جادز النشاط كده للواحد وطبعا والدتها اهيت والله عظيم ما كنتش قادرة تيجي وانا اتحيالت عليها في التليفون عشان تيجي تقضي اليوم وتغير جوه كده معين طبعا اتحيالنا عليها عشان تتغدى معينة آآ مقالت المتغدية والله وما كنتش راضي تاكل واختي كل شوية عملها تقصب عليها عشان تتغدى معين طبعا خلصنا بقى كده وتغدينا وجبنا القرس برضو فوق كانت خمرة اهيت وعملناها على طول قطعناها كور صغيرة كده وكنا بنقطعها والدتها بقى كده جات عشان تساعدنا اهيته زي ما انتم شايفين وكلنا بنعمل بقى كده القرس طبعا زي ما انتم شايفين على جانتها طريقة وجاملة اهيت وجانت خمرة نكورها كده ونروح اه نزغط بقى عليها زي ما انتم شايفين كده طبعا نخلص زي ما انتم شايفين هوت وبعد كده آآ هنا بقى جبنا الشاي عشان برضو نشرب الشاي واحنا آآ شغالين كده زي ما قلتلكم يعني آآ تغيير جو كده وتغيير مكان ده كده بيخد الواحد مرتاح نفسيا وطبعا برضو جوزو اخت ربنا يبالك فيه وخلي يا رب برضو جاب الفاكه هو جاي من الشكل واختي برضو هنا قالت نعمل شوية قرائش كده مع القرس آآ كانت جميلة برضو وطعمها جميل بنفس العجينة برضو مش شرط يعني يكون عجينة القرائش لوحدها والقرس لوحدها لا من نفس العجينة برضو بنعمل شوية قرائش اهيت آآ وبنقطعهم برضو زي ما انتم شايفين كده طبعا الاخوات اهم حاجة حب الاخوات ما بيتعوضش والاخوات ما بتتعوضش يعني آآ كده لازم يكون انت واخواتك واختك آآ يعني اي حد يكون كده قلبه من ناحية اخته يكون صافي خالص عشان طبعا اختك هي سندك اختك هي اللي هتسندك في اي وقت لما تحتاجيها لما تتعابيها هتلاقي اختك لما تفرحها هتلاقي اختك لما تزعلها هتلاقي اختك فرب انا يديم كده نعمة حب الاخوات يا رب العالمين وآآ دايما كده يخليهم كده لنا يا رب زي ما انتم شايفين بقى هو تقطعنا لقرأيش اهيد ويكون نبنشرب بقى كده الشاي وهنخلص بقى كده وننزل نسوى على طول طبعا نغطي عليها لكنا بنقطعها كنا بنغطيها عشان تخمر برضو جو كان البرد كنا بنغطيها عشان تخمر طبعا نزلنا بقى قوت عشان نسويها آآ في الفرنة زي ما انتم شايفين بقى كده ده الفرن احنا شغلنا في السمك واختي بقى كده غسلت الصاجة تاني بالقوماشة والبريل والمية وغسلتها وبعد كده عشان طبعا آآ ريحة السمك ما تجيش على القرص زي ما تقولكم غطينا القرص هيج جنبنا وكنا الاستنيني اللي عملناها اول واحدة كنا هنا آآ سوناها اول واحدة بالشوكة بقى هين كنت بعمل فتحات اهيت عشان تدها بس يعني منظر كده اشتركوا في القناة ودي بقى كنا بناخد بقى القرص اللي في كده بتستوي وكنا بناخدها عشان نطلحها برة في الصلاة برة عشان تتهوى وبعد كده فرشت اهيات آآ آآ فوطة وماشا كده تكون عندك نظيفة وبقى تحط عليها كده القرص ويا لسه سخنة وبعد كده بقى هتغلفها وتحطها في الفريض ده طبعا آآ هنا كده الدول الدوت اللي هو هو طبعا في الفرن وفي الحاجات اللي هي آآ طبعا عنده اختي كده مش بيستعملهم فده كده الدول اللي هم مش قاعدين فيه الفرن والمكتب والحاجات ديت آآ ده كده اللي هم مش قاعدين فيه فكنا بقى هنا بنحط الفرن هو ده طبعا مكان الفرن وبنساوي فيه وكانت احلى قرص من ايديها وتسلم ايديك يا ستم بسنت يا غالي والله يا العظيم كانت عسل من ايديها زي ما قلت لكم والدتك ابنها يعني عشان تقضي اليوم معنا والجو كان برد عليها بس يا طبعا كانت هي الخير والبركة لما تقعد معنا كده طبعا بيبقى فرحانين وببقى ممشطين نفسين ده ما كانت اختي بتقوم آآ شوية وانا اسوي شوية وهي شوية عشان يعني آآ نريح بقى وده كده كان فيديو معاكم النهاردة يا ربي كده يكون عجبكم يكون لرضاكم آآ وزي ما قلت لكم آآ كلنا محتاجين نغير جو ما تضغطش على نفسكم في اي حاجة طبعا اهم حاجة صحيتنا وراحيتنا عشان خاطر اولادنا وآآ يا رب كده يكون فيديو النهاردة عجبكم جمعة طيبة مباركة علينا وعليكم يا رب الخير والبركة والسعادة لا تنسوا الاستغفار والذكر الله والسلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة